بالنسبة للجوزاء مزاجيتك الغير محسوبة فيه مزاجية محسوبة اللي هي مزاجية السرطان مزاجية السرطان معروف امتى بيقلب ومبررة لكن مزاجية الجوزاء غير محسوبة وغير مجمونا بالضبط الأسد أكتر حاجة الناس بتكرهها في مورود الأسد في بعض الأحيان عجرفته أو غطرسته في بعض الأحيان مش على طول الخاص عنده هذه العجرفة وهذه الغطر لكن في لحظات بتطلع العجرفة العجرفة العذراء أكتر حاجة الناس بتكرهها في العذراء النقد اللازع والقاسي برضو الانتقاد في الحميد الانتقاد غير الحميد الانتقاد القاسي واللازع وأحيانا بيكون عند بعض الناس الجارح فناس مش بتحبها في العذراء الميزان أكتر حاجة الناس بتكرهها في الميزان الزقبقية وقلب الترابيزة يعني الزقبقية الميزان وقلب الترابيزة على قدامك ده أكتر حاجة يمكن الناس بتكرهها فيك يا ميزي القوس الناس سعب بتقلق مش بتكره استقلاليتك المبالغ فيها وسعب بيتظلم من كتر الحرية وتكسير القيود استقلالية بتقلق شوية أو الناس بتكره شوية ده في القوس الجدي الجدي ناس بتكره فيك يا جدي قصوتك في الأوقات الخطب يعني سعب بتقصه ومش وقت القصوت دلوقتي فدي أمس أنت مقلتش السرطان والله إيه اللعيب؟ أنا ما قلتش السرطان لا قلت لا السرطان حساسيتك الزيادة حساسيتك الزيادة وأمستك فالناس بتتعامل معك بالشوكة والسكينة يا سرطان علشان ما تزعلش لأنك بتتقمس أو بتزعل الحساسية الشديدة الحساسية المفرطة مش الشديدة الجازي قلنا الدلوق الدلوق الناس بتكره فيك غرابة أطوارك ومخالفتك للمألوف يعني الناس في حاجات معتداها فبتلاقي يخالف المألوف الدلوق وغرابة أطواره الحوت الحوت الناس بتكره فيك هروبك من الواقع في أوقات مش مستهلة خالص عدم المواجهة أو هروب من المسئوليات أحيانا أو هروب من علاقات وتختفي كده والعلاقة دي كنت موجود في علاقة هنا أنت روحت فيه فالهروب في وقت مش المطلوب فيه خالص دي ناس بتكرهها فيك يا حوت في أوقات كتير إحنا عندنا حاجات كتير بس الأسبوع اللي جاي بقى نقولها بس يعني لو تسمحوا لي إن إحنا نقول إن إحنا آخر أسبوع في السرطان صح؟ مع آخر أسبوع للسرطان فعايزين نقول لمجموعة من برج السرطان كل سنة طيبين ليلى سالم أمال مبارك فاطمة الفاسي هالة وحش إيمان عوف دكتورة لبنى شاكر هالة جرجس دينا فاروق سماح غنيم نرمين مكاوي ليلى شتا كل سنة وكل الطيبين برج السرطان طبعا هنحزله طيبين كل سنة ونتوا طيبين يا عسليات ياللي سهيرة عيدت عليكم عام سعيد عليكم يعني أنا بشكورك يا أستاذة يا صديقتي العزيزة بشكورك جدا على القادرة